فيه برنامج استثمار تقريب 40 مليار دولار للخمس سنوات المقبلة يعني الحصة الكبيرة هي موجهة لاستكشاف والإنتاج وكذلك مشاريع التكرير والبيتروكيميا 51 من هذه الاستثمارات سوف تكون بالعملة الوطنية لما نقول العملة الوطنية هي أساسا موجهة إلى الشركات الوطنية وهذا يدخل في إطار تشجيع تعامل مع الشركات الوطنية وفتح أسواق سنوات راك للشركات الوطنية نعطيك بعض الأرقام التي تحصلنا عليها في نهاية سنة 2020 الحمد لله مضينا أكثر من 1100 عقد وعقد مشاريع مع الشركات الجزائرية وأكثر من 80% بالعملة الوطنية الحمد لله 80% منها يعني شكل العملة الجزائرية ترجمة نانسي قنقر